السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تمام نحن هلا بهذا الفيديو راح نحكي عن اه يعني هاد هو راح يكون الاول للدرس الاول. نحن راح ناخد درس نظري ودرس عملي. يعني نحن بنحكي درس نظري وبعدها بنجي نطبق على برنامج السيسكو درس العملية او ما يسميها باللاب. فباللاب نحن شو راح نعمل? اه طبعا بداية كل شيء اه اللي حابب ينزل او اللي ما عنده برنامج السيسكو باكت ريجر اللي هو هات اللي ما عندويا. انا راح اه اخلي لكم رابط بتحميله مباشرة من ميديا فاير. واذا انت اه ما بتعرف كيف تنزله. فانا هلأ راح يطلع لك فوق اه فوق الفيديو رابط اه الفيديو انا شرحت انو كيف بتقوم بتثبيت برنامج السيسكو. خلينا نحن نقوم بعمل هاد الدياقرام اللي نحن عملناه ضمن الدرس النظري. نحن عملنا هاد الدياقرام. فخلينا نقوم بعمله على برنامج السيسكو ونطبق هاي الاشكال. نفتح برنامج السيسكو. تمام. بداية الامر انا راح احسب انو الانترنت هو عبارة عن راوتر. نحن مثلنا الانترنت اللي هو راح يكون راوتر. فخليني اسميه دا انترنت. تمام. اه طبعا شكل كل جهاز مسلا هاد الراوتر من طراز اه اه تسعة وعشرين داعش. فراح اخلي لكم هلأ صورته يعني صورة الجهاز عارض الواقع مقابلكم. يعني كل جهاز وراح اعرضكم اياه. فنحن هلأ مسلنا الراوتر كانترنت. اه خلنا نشرح شوية شغلات بسيطة عن برنامج السيسكو. مسلا بنجي على الابشن. تمام. فعنا هون في موديل ديفايسيز والنيم ديفايسيز تمام. فنحن فينا انو نخبي الطراز الموديل عن طريق انو نمسح هاد الصح من هون. فيبقى فقط اه ذا انترنت. فا اظن هيك ارتب لالنا. فخليها تكون هيك. وفي كمان شغله. نجي على نفس المكان. اه نجي على الفونت. والكلر. فاذا انت حبيت انو من من هون. شوف هون اه عبارة عن شاشة بيضة والخط باللون الاسود. فاذا انت حبيت تكون هيك تبين كأنك هكر. بتجي هون بالفونت. الراوتر ايو اس تيكست والباك جرونت. فهاي مسلا بتخليها جرين. وهي تخليها. نعمل اطلع. نطلع من هون. نجي نشوف هون. هلا مبروك عليك هلا انت صرت هكر. تمام بنزح معكم. اه خلينا نكمل. فيه عنا. فرعين. خلينا اه اعمل هات في الكولار. تمام. خليه واحد بعد اللون. مثلا هون. تمام خليها ايك. والتاني وسوف نفترض خليها. بهاللون. تمام. نحن حكينا انه في عنا فرعين. هات كان للجيرمان. برانج. تمام? والتاني كان للجوردن. نحن عنا بالقسم او بفرعة جيرمان في عنا حاسبتين. فبنجي من هون. من قسم ال ان ديفايسي. وبنختار بي سي واحد. وهات بي سي اثنين. تمام. وفي عنا كمان سويتش مرتبطة فيه. بنجي. اه النيتورك ديفايسي. ومن النيتورك ديفايس بنجي عقسم السويتش. وبنختار اه تسع وعشرين ستين سويتش. تمام. في عنا سويتش هون. وفي عنا كمان سويتش بهات الطرف. فطبعا هاد هو شكل سويتش اللي هو الفين وستعمائة وستين عرض الواقع بالحقيقة يعني. تمام? هاد هو. فيكم تاخدوا نظرة عليه. تمام. وفي عنا كمان اه بقسم او بفرعة جوردن. في عنا سيرفرين. بنجي هون عقسم وبنختار سيرفرين. مسلا هاد واحد. وهاد اتنين. حلو. وكمان في عنا بكل فرع راوتر. نفس الشي بنجي عال نيتورك ديفايسيز. وبنختار التسع وعشرين يداعش راوتر. واحد هون وواحد كمان هون. طبعا بي في ضيل عنا انه الفاير وول. وفقط العقل. فاير وول والهاكر. تمام. نحن مثل الرسمة بنجي عقسم السكوريتي. وبنختار هاد الفاير وول اللي هو خمسة وخمسين سفر خمسة. فهاد هو شكله بالحقيقة كمان مبين عنا. هلا راح يطع لكم على الشاشة. نحن عملنا واحد خارجي وكمان واحد داخلي. تمام. ونحن راح نستخدم اللابتوب وكأنه هو الهكر. من سبته هون. نحن هلا حاليا استخدمنا اللابتوب وكأنه هو الهكر. فخلينا نقوم باعادة تسمية الاجهزة متل ما مبين عنا عالا دياغرام هون. فابنجي هون. هاد هو pc وان. هاد راح يكون pc 2. هاد switch 1. هاد R1. هاد firewall 1. هاد هو الانترنت. هاد كمان switch 2. في عنا سيرفر او الاول. srv1. وعنا هون srv2. وعنا هاد اللابتوب نحن راح نسميه الهكر. تمام. الان نحن خلينا نجي ونربط الاجهزة مع بعض. فبداية الامر. انا ما راح اشرح. الانواع المختلفة لله كيبلات. تمام? لان هو راح يكون فيه درس خاص له. فنحن حاليا بهالدرس نحن راح نقوم بتوصيل تمام? فبنقر نقرأ عليه وبنجي على البي سي التاني وبنربطه مع السويش الاول. كمان بنجي. نقرأ عليه ومع السويش. فانا في اه في شغلي هون. تمام? انت بتنقر او بتضغط على الكاترل وبعدين بتنقر على الاوتوماتيك كيبل. مشان انت مو كل مرة تجي تعمل كونيكشن هون وتجي كمان تنقر على الكيبل وتعمل كونيكشن وترجع تضغط على الكيبل والى اخرى لا. هاي بتعمل كاترل ونقرأ على الكيبل ومباشرة تسحب هيك. راح يضل معك الكيبل. تمام? هاد نحن هلا عملنا الدياقرام متل ما بين اه معنا هون. نفس هاد الدياقرام نحن عملنا. اه هاد هو درس حاليا درس لليوم اللي هو كان تطبيق العملي نحن تعرفنا انو كيف نعمل متل هاد الدياقرام عبرنامج سيسكو باكيت ريجر. ونحن تعرفنا على اشكال الاجهزة على برنامج سيسكو. بالدروس القادمة نحن راح نتعمق بالشرح اكتر وهو راح يكون فيه فيديو يعني فيديو نصري مع اختباراته وبعدين راح يكون فيه فيديو عملي مع الاختبار. طب اول اختبار ما يلزم هو اساسا انت لازم لحالك مسلا انا شرحت هاد الدياقرام انت تفتح التطبيق وتحاول تعمل تصميم متل هاد اللي انا شرحته. فهات كان درسنا لليوم اتمنى انو تستفدوا وحاولون وتدرسوا فيديو فيديو مشان ما يكون اه يكون في ضغط عليكم والمعلومات ما اه تصير تراكم عندكم و يعني الامور راح تكون سهلة باذن الله. ونلتقي في الدرس القادر.